أستاذ عصام قالنا فكرة جميلة جداً جداً وهي فكرة أنه الشخص الغير ملتزم بدفع النفقة بعد صدور الحكم حتى لها حل يعني لها مخرج يعني ممكن تنفيذه وهو الفكرة الحضرية كلتاها أنه ما يتمش بقى تجديد بطاقته ورخصته وعربيته كل قلقته بالدولة تقف أليات التنفيذ الفكرة أليات التنفيذ إزاي؟ مجرد ما يصدر الحكم عندنا في مصرحة في القضاء اسمها سيغة تنفيذية بعد ما تحصل الزوج على الصيغة التنفيذية تتوجه لجهة تنشأ وفقاً للمنظومة اللي بنتكلم عنها المنظومة اللي هتدير العملية داي هذه المنظومة جهتها طبعاً هي أولاً احنا الوقت على جهاز كمبيوتر واحد نعرف كل تفاصيل الزوج على كتب كل مرافق الدولة بقت أصبحت دلوقتي مكشوفة ومعلومة مجرد يصدر الصيغة التنفيذية يعني معناه أن أمر لكل الجهات اللي معناها تنفس خلاص مجرد ما يطلع أمر بتنفيذ الجهات الصيغة تنفيذية على مرفق كذا حاضر حاضر بينفس حكمة محكمة لا جدال في كده يقدر يصمد قد ايه؟ مين يقدر يصمد؟ ولا حاجة شهر خلصت بس الحبس عند ناس مش كافي في ناس تتحب تتحبس ولا إن هو يراضي زوجته أو طالقته ده حاجة بس أنا أعتقد نسبة وليلة الحبس برضو الناس بتبقى مراكز برضو بيجي لها ورق عشان خطر نفقة هي الموضوع برضو يعني فيه إحراج لبعض الشخصيات الحبس إحنا مش بنمكره بس عايز أوصل لحضرتك إنه هو أحد الطرق طبعا ولكن إحنا أثبتت لنا التجربة إيه؟ هو التجديد طبعا نجاحة مع حضرتك حق ليه؟ للهرب والحبس إيه؟ حكمة بيصدر في دايرة قسم كذا اللي إحنا فيها طب أنا علي الحكمة طب شكرا هرعت في محافظة كذا خلصنا هيجيلي إزاي؟ الزوجة تعرف مكاني إزاي؟ يعني إمكانية الهروب يعني هو الصعب فالحبس مش كفية بس أنا أعتقد يا أستاذ عسان اللي حداك بتقوله هو افتراض إن المنظومة كلها بتاعت قضايا الأحوال الشخصية تغيرت لازم تتغير مش تغير التوكسودي افتراض يعني الكلام اللي حداك بتقوله دا يبدو مثالي إذا تغير المان إذا أنا عندي أهم من تعديل القانون وضع الآلية دي طبعا كلمتين بس زيادة عدد الدوائر الكطاة تنفيذ الحكم عن طريق مرافق الدول أوكي وأعتقد إن فكرة تنفيذ الحكم دي تنطبق على الأحكام كتير أنت ناس كتير خلينا نقول إن الأحكام التانية لها طرقها بس إحنا ليه هنا معنيين أو ليه أنا عشان حياتنا يعني أنا راجل والرجالة أنا متصور حيبتقولي أن أخوض قراء الناس مش متصور أن أحد يزعل مني لسبب واحد إحنا مش بنقوله زوجتك اللي أنت عايزت عنيدة عنيدة براحتك إحنا بنتكلم في ولادك طبعا وده حقيقي إحنا بنعمل ده في ولادك اللي هو ما حيموته مجوعه ما هو مين حينفق عليهه راجل تاني هترضاه هتسواله في الشوارع فلما نعرف إن لما نقولك حنقط عشان نجبرك المرافقة عنك عشان نجبرك مش هيزعل لأن هي ليه أولاده مش لمراته لأن دي اللي ممكن إيه تحقيق في صدر الزوج قولك ليه وإزاي وش معنى بقية الأحكام تاني لو علي فلوس في حكم شيك ولا 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 ما يتعملش معايا كده مش معنى في الزوج لأي أنا مش عشان الزوجة عشان الأولاد كلنا بنحلم من يطلع كويس مش مريض نفسي مش معقد مش حاقد مش كاره تاني اللي احنا بنحلم بيه